أكدت كريستيانا جورجينا مديرة صندوق النقد الدولي تقريبا أنا نطقت اسمها غلط بس عفوا خلينا نقول أن هي مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تحقيق مصر تقدما على عدد من الجبهات بما في ذلك السياسة المالية وتنفيذ استراتيجية طرح الشركات الحكومية إلى جانب التعاون مع فريق الصندوق حول أفضل السبل لإدارة السياسات النقدية مشيرة إلى أنه من المحتمل تنفيذ المراجعة الاقتصادية بشأن القرد البالغ قيمته 3 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي وأضافت في أول ندوة صحفية لها خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقد بمراكش من التاسع إلى الخمس عشر من أكتوبر الجاري إلى أن حسم الموعد يستند إلى أن الطرفين قادران على حل جميع القضايا المتبقية وأضافت مصر نجحت ونحن حاليا نقوم بتحديد التحديات للتأكد من قدرتها على تحقيق مزيد من التقدم وتحديد موعد للمراجعة واختتمت كلمتها قائلة احترامي لسلطات المصرية ومحافظة البنك المركزي ووزير المالية الذين يتعاملون بشكل جيد مع التحديات الصعبة للغاية للغاية